رغم أنه في ذيل ترتيب الجوازات العالمية ولا يدخل من دون تأشير إلى إلى عدد محدود من البلدان إلا أن الحصول عليها أصبح مهمة صعبة سواء في الخارج أو الداخل جواز السفر العراقي استغرق وقتا طويل لصدوره منذ التقديم عليه كما اشتكى من ذلك مواطنون أكدوا تأخرا دوائر الجوازات التابعة لوزارة الداخلية في إصدار جوازات سفرهم مؤكدين عدم حصولهم على الجوازات لفترات تصل إلى أربعة أشهر وأكثر أحيانا منتقدين إهمال هذا الملف لا سيما أنه يؤثر سلبا على مصالحهم فضلا عن تأثيراته على المرضى ممن يريدون السفر للعلاج يذكر المواطنون معاناتهم في الحصول على جوازات السفر حيث كلما راجعوا المؤسسات المخولة بإصداره ترد عليهم بتأجيل الأمر ولا تراعي بذلك حتى المضطرين للحصول عليه بوقت قصير بما في ذلك المرضى دون أن تكشف عن سبب هذا التأخير مصدر أمني في مديرية جوازات الكرخ كشف أن التأخير في صرف جوازات السفر راجع إلى أن نسخ الجوازات المطبوعة غير متوفرة مبينا أن العمل يتم حسب المتوفر من النسخ المطبوعة وأن ما يتوفر يستغل أغلبه لحالات الإنسانية كالمرضى على حسب قوله وأشار المصدر إلى أن الخلل كله منحصر بعدم التخطيط الكافي لتوفير الأعداد الكافية من الجوازات وهو ما تسبب بأزمة التأخير معتبرا أن من حق المواطنين التذمر والشكوى خاصة أن ذلك تسبب بتعطيل مصالحهم مصادر محلية أخرى أكدت وجود عمليات فساد في إصدار الجوازات تتركز على المحسوبية والرشاوة حيث يضطر المواطنون إلى دفع رشاوة في حال أرادوا إصدار جواز سفر مستعجل الفساد المستشري في البلاد أثر على كافة مفاصل الحياة ومؤسسات الدولة لا سيما أنه مرتبط بأحزاب مهيمة على المشهد السياسي ولها أذرع مسلحة تهدد حتى مؤسسات الدولة